بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلا لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين فاز من اتبعكم أمن والله من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم مدارس آياتين خلت من تلاوتين ومنزل وحيين مغفرون عرصاتي لآل رسول الله بالخيف من منا وبالركن والتعريف والجمرات إيد يا أرعلي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات منازل وحي الله ينزل بينها على أحمد المذكور بالسورات قبور بكؤفاني وأخرى بطيبة أخرى بفخ نالها صلوات آياتي وقبرون ببغداد لنفس زكية تضمن الرحمن بالغرفة آياتي وقبرون بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفر آياتي فاào لي меня فأما الممضات التي ليست بالغا مبالغها مني بكون صفاتي قبور بجنب النهر من أرض كربلاء معرسهم فيها بشايا الطفرات توفع طاشا بالعراء يا فليتني توفيت فيهم قبل حيني وفاتي هذا أنت يا سامع تقول يا ليتني توفيت قبل حيني وفاتي إذا المحال باطمة أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشاط فراتي إذا لطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بأيل وجناتي والله تقول لنا الوالدة والقلب لهفان والله لهفان لهفان ودور عزبني وإن ما أجع أولا على ابن المات عطشان ولعبت عليه الخيال مدى والله لعبت عليه الخيال مدى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطاول غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطاول صدق الله العلي العظيم لسلامة سيدنا ومولانا بقية الله الأعظم لسلامة جمعنا الحاضر بوجوده ودعائه نهدي له ثواب الصلاة على محمد وآل محمد آية من الآيات وردت في سورة غافر وهذه السورة من أوائل السور السبعة التي تسمى بسور حاميم السور التي تبدأ بحاميم سبعة أول سورة من هذه السور حسب الترتيب القرآني هي سورة غافر وكذلك تسمى بسورة المؤمن باعتبار ورد فيها قصة وكلمات لمؤمن آل فرعون كما شبه أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه بمؤمن آل فرعون مؤمن آل فرعون قضيته وتفصيله وجدت في هذه السورة في سورة غافر الآية المباركة التي أتوقف عندها هي هذه الآية غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لدينا عدة وقفات عند هذه الكلمات المباركات الآيات المباركة أولا الوقف الأولى هل هناك معنى واحد للعطف الموجود غافر الذنب وقابل التوب هل النتيجة واحدة يعني مجرد تكرار ربما يطرق في الأذهان هذا الشيء أنه الإنسان إذا غفرت ذنوبهم بمعنى أن الله تاب عليه أو إذا تاب بمعنى أنه غفرت ذنوبه لا كل واحدة من المفردتين وارد أن هناك خلاف بينهم وارد هناك اختلاف في المعنى شلون غافر الذنب وقابل التوب الله تبارك وتعالى ربما يغفر ذنب أحد من دون توبة ممكن هذا الشيء لا ممكن الله تبارك وتعالى على أثر عمل مثلا عمل صالح غفر ذنب فلان من دون أن تصدر منه التوبة بهذا المعنى الذي نعرفه فغافر الذنب وقابل التوب بمعنى الله تعالى ممكن يغفر ذنبك على أثر توبة وممكن يغفر الذنب بسبب آخر مثلا شفاعة مثلا عمل صالح إلى آخره من الأسباب فهناك مغايرة ما بين غافر الذنب وقابل التوب هذه الوقفة الأولى ثانيا غافر الذنب قابل التوب غافر الذنب لم تذكر الموجبات أو أسباب غفران الذنوب كذلك قابل التوب لم تذكر الموجبات والأسباب التي من خلالها الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب ولكن وجدت في الروايات عدة موجبات لغفران الذنوب أو عبر عنها أن ورد في الروايات شروطا للتوبة يوم من الأيام أمير المؤمنين صلى الله عليه كان جالس مع أصحابه وإذا به يسمع أحدا يقول استغفر الله التفت عليه أمير المؤمنين قال له ثكلتك أمك هذه كلمة ولكن شنو معناها هذه درجة العليين التوبة الاستغفار هذه الدرجة من درجات العليين ولها معانا ستة تقاوى على ستة معانا لها شروط ستة شنو هذه الشروط الندم على ما فات هذا أولا ثانيا العزم على عدم العود إليه أبدا ثالثا أن تعود إلى كل فريضة فاتتك فتقضيها رابعا أن تذهب إلى كل صاحب حق عليك فتؤدي حقه خامسا أن تذيب أن تعمد إلى لحمك الذي نبت من السحت فتذيبه بالأحزان إذا كنت فترة طويلة تكون من مال الحرام وصار عندك لحم كبر جسمك من مال الحرام تعمد إلى هذا اللحم فتذيبه بالأحزان السادس أن تذيقه تذيق نفسك حلاوة مرارة المعصية كما أذقته أن تذيقه حلاوة عفوا أن تذيقه ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية المعصية لها حلاوة والطاعة فيها شدة وعناء فهذه شروط ستة للتوبة وردت عن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم أول أربع شروط هي شروط لا بد منها لا تقع التوبة إلا بها العزم على عدم العود الندم تؤدي الفرائض تؤدي الحقوق هذه شروط أربعة لا تقع التوبة إلا بها ولكن آخر شرطين مذكورين اللي هو أن تعمد إلى اللحم فتذيبه بالأحزان والشرط اللي بعده أن تذيقه ألم الطاعة هذه يسمونها شروط كمال وليست شروط تتقوم بها التوبة يعني ممكن تقع التوبة إذا جمعت الشروط الأربعة الأول ولكن الشرطين الأخيرين شروط كمال يعني الذي ينتبه أنه على أثر هذه المعصية فقد حالة معنوية كانت لديه فقد شيء من مقامه الذي كان به ويريد أن يرجع إلى ذلك المقام إلى تلك الدرجة المعنوية يريد أن يؤدي التوبة بكامل شروطها هذه شروط كمال إذا أراد أن يتوب توبة وتلك التوبة ترجعه إلى المكان المعنوي الذي كان به يطبق آخر شرطين مذكورين في هذه الرواية فهذه قابل التوب ورد في الروايات هذا الشيء طبعا هناك في حياتي أمير المؤمنين صلى الله عليه من أتى إليه بهذه النية الصادقة بهذا العزم على ترك الذنوب يوم الأيام جاء إليه رجل وهو كان جالس بين أصحابه فقال له يا أمير المؤمنين أني أوقبت في غلام فطهرني التفت إليه أمير المؤمنين فقال له اذهب لعل مرارا هاجبك مرار هذه أحد أخلاط الجسم المرة أحد أخلاط الجسم فيقول له أنت ممكن أحد أخلاط الجسم غالب على عقلك أتيت وقلت هذا الكلام اذهب يقول راح أتى في اليوم التالي نفس الكلام أني أوقبته في غلام فطهرني قال له لعل مرارا هاجبك إلى أربع مرات ونحن لدينا في خصوص هذا المورد مورد الزنا ومورد اللواط الإقرار يحسب شهادة وليس إقرار الآن واحد مثلا إذا شهد على رجل وامرأة زنية تمام يقدر واحد لوحدة يشهد إذا واحد وحدة يروح يوم الحاكم الشرع يشهد يجلدون الحد أثنين كذلك يجلدان ثلاثة كذلك الشهود كم لازم يكونون أربعة لو أتوا ثلاثة والرابع تأخر ما وصلوا إياهم يجلد الثلاثة الآن هذا اللي يقر على نفسه ليش أمير المؤمنين أخر إلى أربع مرات لأنه الإقرار هو أقر على نفسه كل ما أقر على نفسه لمرة واحدة حسبت شهادة واحدة ثم شهادة ثم ثلاثة أربعة تتم الحجة طبعا هذا خاص في مثل هذا المورد ولا تقاس عليه كل الأحكام يعني واحد ما يقدر يقول هذا الإنسان اليوم التالي أتاه فمفروض تبطل شهادة الأولى لا فقط في هذه المورد وارد روايات أن يحمل الإقرار على الشهادة فلما وصل المرة الرابعة وأقر على نفسه بعد خلص تمت الحجة لازم يقام عليه الحد التفت إليه أمير المؤمنين صلى الله عليه وقال له في مضمون الكلام قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في مثلك في مثلك ثلاث أنواع من الحدود انت اختار أي واحد تشاء ضربة بسيف أو تربط وتدهده من شاهق يربطون إيدك ورجلك وتدهده تزحزح تلقى من شاهق إلى الأرض فوق جبل إلى الأرض أو تحرق في النار اختار واحد من ثلاثة فقال يا أمير المؤمن أيها أشد شنو أشد واحد من هذه ثلاثة فقال الإحراق بالنار فقال اخترت هذا الشيء فعلا الأمير المؤمن قال له بعد تجهز راح صلى لربه ودعا بعد هذه الصلاة وكان الدعاء أيضا مذكور في الرواية يتبين منه حالة الندم الشديدة التي عنده أني اخترت هذه النار حتى لا يكون لتلك النار في يوم القيامة تطهر من ذنبي حفرت تلك الحفرة أجج النار فيها اجتمع بعض الأصحاب وفعلا هذا الشاب توجه يريد أن يدخل في تلك النار التي هي حد له عن ذنبه الذي فعله قبل أن يدخل وإذا بأمير المؤمنين صلى الله عليه يبكي فقال له لقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الأرض اذهب فقد تاب الله عليك شوف إلى أي درجة شاب إلى هذه الدرجة جاء بحالة ندم وحالة عزم على أن يترك هذا الشيء إلى درجة المستعد يلقى في النار لذلك أمير المؤمنين قال لذلك الرجل هذه الكلمة درجة العليين استغفر الله كلمة تقال ولكن فيها شروط وأمور غافر الذنبي وقابل التوبي طبعا الآية غافر الذنبي وقابل التوبي شديد العقاب ذي الطول وصلنا إلى شديد العقاب الله تبارك وتعالى على هذه الذنوب التي ترتكب من الناس هناك جانب عقاب كلمة العقاب تطلق على ما يكون في إثر الشيء خلف الشيء نتيجة ذلك الشيء الذي يأتي خلف الشيء يسمى عقاب لذلك يمكن أن تطلق العقاب على الثواب ولكن هذا المصطلح يعني ما يستخدم الثواب يأتي خلف العمل ولكن كلمة العقاب استخدمت في الجانب السلبي فقط على الذنوب إذا أذنبت فهذا الذنب له عقاب يعني وراء شيء يتبعه فعلا هذه الذنوب الموجودة كل ذنب فيه آثار تأتي خلفه هذه الآثار التي تأتي خلفه بعضها آثار تكوينية لهذا الذنب الله ربط بين هذا الذنب وبين آثار تكويني كأن يصاب بمرض معين كأن يصاب ببلاء معين ارتباط بين ذنب وبين شيء الله ربط بينهم شديد العقاب هذه الشدة بالقياس إلى ماذا؟ حينما تصف عقاب الله أنه شديد فهذه الشدة بالقياس إلى ماذا؟ هناك رأيان في الكلام الرأي الأول قالوا الشدة بلحاظ ما يخترعه البشر من أنواع عذاب يعني شنو ما أكو ظلمة كذا يستخدمون أنواع عذاب الله يقارن نفسه بهم أن عذاب عذابه شنو أشد منهم فهذا تصوير للشدة أكو رأي ثاني يقول لا الشدة باعتبار تحمل الفرد نفسه هذا الفرد شنو الطاقة اللي يتحملها الله بالإحاظ هذه الطاقة يكون عقاب عليه شديد بالقياس إلى ذلك الفرد شديد العقاب وين في الدنيا لو في الآخرة وين الآية ما ذكرت فيشمل الدنيا والآخرة ممكن يكون عقابه على ذلك الفرد أو تلك الأمة في الدنيا وارد في كثير من الآيات ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل فهذا فهنا معنياني للشدة والظاهر المعنى الثاني هو الذي يميل إليه المفسرون أن الشدة باعتبار تحمل هذا المكلف ذي الطول الله تبارك وتعالى عليه فضائل على البشرية عليه من على البشرية مع أنه شنو شديد العقاب لأنه تبارك وتعالى يعفو عن كثير بهذا نكون قد انتهينا من القسم الأول من الكلام تفسير هذه الآية المباركة الواردة في سورة غافر القسم الثاني شبهة تطرق في مثل هذا الموضع وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير آية من الآيات واضحة فجاءت تساؤل أليس أئمة أهل البيت عليهم السلام قد أصابتهم ما أصابتهم من مصائب من بلايا فهل هذه الآية شاملة لأمة أم لا هذا جانب هل هذه الآية شاملة للأطفال أم لا الله تبارك وتعالى الآية يعني مفروض فيها أطلاق وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فالسؤال هل تشمل أئمة أهل البيت أولا ثانيا هل تشمل الأطفال أم لا هناك في الحقيقة ثلاثة أجوب على هذا التساؤل الجواب الأول ما ورد في عن العلامة قد سيسره بتفسير الميزان أن الآية العذاب أو بما كسبت أيديكم المؤاخذة التي تكون على الأمم وليست على الأفراد واستشهد بهذه الآية التي قرأتها قبل قليل اللي هي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ظهر الفساد في البر والبحر ليذيقهم بعض الذي عملوا فقال هذا العذاب للأمم وليس للأفراد فبالتالي شنو يؤخذ الصالح والطالح بهذا الشيء لعلك لعلك تقول للعلامة إذا كان العذاب للأمم فما بال تلك الأمم الكافرة لا ينزل عليها العذاب هذا موجود حتى في الألسنة الآن يقولك هذه دول أوروبا وأمريكا وكذا ليش العذاب فقط ينزل علينا أحنا المسلمين الجواب على هذا الشيء كما أن هناك سنة ابتلا وسنة أن الله يؤاخذ بالذنوب كذلك هناك سنة قرآنية ثانية ألا وهي سنة الاستدراج سنة الإمهال الله تبارك وتعالى يتركهم حتى يزدادوا إثمه هذه سنة أخرى أيضا فممكن تكون هذه السنة وممكن تكون سنة أخرى فهذا الجواب الأول أن الآية ناظرة للأمم ولكن البعض قال لا يمكن قبول هذا الجواب لماذا لأن لدينا روايات كثيرة تذكر بصراحة مثل ما أصابك من عرق أو صداع إلا على أثر ذنب رواية أخرى عن عمير المؤمنين لا تبدين عن واضحة وقد عملت الأعمال الفاضحة كيف يأمن البيات من عمل السيئات لا تبدين عن واضحة لا تضحكين هاي الواضحة هاي الأسنان وقد عملت الأعمال الفاضحة كيف يأمن البيات ينام مرتاح وهو يعمل السيئات فواضح من كثير من الأدلة أن أن هناك أثر مباشر للأفراد على أثر الذنوب الجواب الثاني الذي يخرج أمة أهل البيت عليه السلام والأطفال من شمول هذه الآية أن الآية أيضا لكل فرد فرد وليست للأمم ولكن الآية تتكلم عن من لهم ذنوب وأهل البيت والأطفال لا ذنوب عليهم بما كسبت أيديكم لا تشمل أهل البيت ليش لأن الآية بما كسبت يعني هناك ذنب صدر من هذا الشخص اللي عبر عنه بالآية بما كسبت يده فهذا الجواب الثاني الجواب الثالث قال لا الآية تشمل المعصومين ولكن لا تشمل أهل البيت عليه وسلم يعني يعني يقصد أنها تشمل الأنبياء ولا تشمل أهل البيت الأمة من محمد وآل محمد ليش يقول مو واضح أنه بما كسبت أيديكم خاصة بالذنوب أيضا تشمل ترك الأولى فواضح أن الأنبياء صدر منهم ترك الأولى كيونس وغيره فتشمله الآية ولكن لا تشمل أهل البيت صلى الله عليه لأنه لم يصدمنهم حتى ترك الأولى فهذا الجواب الثالث يقول الآية شاملة لهم موضوعا ولكن لا تشملهم من ناحية الحكم إذن ما هذه البلايا التي تنزل على أهل البيت صلى الله عليه وسلم ورد في الرواية سئل الإمام عن هذا الشيء فقال أن رسول الله صلى الله عليه وآله يستغفر في اليوم والليلة مئة مرة من غير ذنب والله ينزل عليهم البلايا حتى يثيبهم من غير ذنب فهذه البلايا التي تنزل عليهم لماذا حتى يؤجرهم عليها من غير ذنب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول تنبيه أخير وهو هذه الزلازل التي تقع الفيضانات هذه الأمور هل كلها عذاب من الله ما نقدر نجزم أن كلها عذاب من الله الآن واحد مثلا يروح يسكن يم مكان فيه بركان رايح شايل خيمته وساكن يم مكان فيه حمام بركانية ثار ذلك البركان عليه واحترق نقدر نقول هذا الله غضب عليه ثار البركان لا الغلط منه هو رايح ساكن يم البركان أو في مكان غير مأهول للسكن مكان معروف أنه مكان زلازل هذا راح سكن في هذا المكان وابتلع الزلزال ممكن تقول هذا غضب من الله عليه أيضا مواضح هذا الشي ليش هو كان المفروض به أن لا يذهب إلى ذلك المكان فما تقدر تقول كل زلزال كل شيء يقع فهو عذاب لهذه البشرية ممكن يكون عذاب وممكن بسوء اختيار ذلك الشخص الذي وضع نفسه في ذلك المكان أئمة أهل البيت صلى الله وسلم وعليهم مثال للصبر أمام البلايا مو فقط أئمة أهل البيت عليهم السلام كذلك زينب صلى الله وسلم وعليها حتى وصفت بأنها جبل الصبر ما ك امرأة تصمد بهذا الصمود ولكن قد ورثت من أمها زينب كل الذي جرى عليها وصار وزادت البنت على أمها من دارها تهدى إلى شر دار نعم زينب صلى الله عليه هذه الرواية في الحقيقة من الروايات المؤلمة يوم من الأيام أبو حمز الثمالي دخل على الإمام السجاد فرآه حزينا باكيا التفت عليه سيدي ومولاي أما أنا لحزنك أن ينقضي ولبكائك أن يقل القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة التفت الإمام عليه وقال له شكر الله سعيك شكر الله سعيك مشكور على هذا الكلام جئت لتواسينا القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة ولكن يا أبا حمز هل سبي النساء لنا عادة هل حرق الخيام لنا عادة والله يا أبا حمز الإمام يقسم والله يا أبا حمز ما نظرت إلى عماتي وأخواتي إلا وذكرت فرارهن من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء ومنادي القوم ينادي أحرقوا بيوت الظالمين ومن خباء وهن يلذن بعضهن بباع ويصحن واجده ومحمده والله زينب احتارت يوم شبوا بالخيام وينا طلعن ويا الحريم صغار وكبار تصرخ بعال الصوت طايح وين يحسين بالله ادركنا لا يهيد كون النساوي لما نسمحها قام ويتقال بفوق الأوعار يقلها يا زينب باليتام لا تجيني ورد يسكين لا يذا وبهونين وين روح ابا عبد الله روح إلى الشريعة بل تشوف وين عباس يقدر على النهضة ويسيل سيف البتار نعم هذا كلام من الحسين لها اش يقلها الحسين يقل أخوي أنا ما أحب سكنة تجيني والله تجيني تشوف صوابي وتسمع وين أخوي أنا ما لقلب أشوف ونهب عين ذليل لولا لها ولي لينغر والله ذليل لولا لها ولي لينغر ونهب والله تقول وناظل 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 أنا لجاهد من بعد عينك والله وناظل 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 يا ابن والله وناظل قبلك ردت يا أخو يا المنية والله قبلك ردت يا أخو يا أخو يا أخو يا أخو المنية إن علي الله اشتركوا في القناة